السلام عليكم تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو إنه درس في التاريخ مقرر في الفصل الآخر الاستعمار الأوروبي في المغرب العربي وإفريقيا قبل البدء في هذا الدرس لا ننسى الصلاة والسلام على أفضل خلق الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إذن بسم الله الرحمن الرحيم بداية نود أن نعطي نبدة تاريخية عن الدول الأوروبية التي قامت باستعمار دول إفريقيا تشاركت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وحتى إسبانيا في بناء استعماراتها في إفريقيا حيث شهدت هذه الدول الأوروبية تحولات في مجال السياسة والاقتصاد فصارت شعوبها تعيش في راخاء وطمأنينة بسبب التطور الذي عاشته وشهدته بلدانها في القرن التاسع عشر في حين أن الدول الإفريقية عاشت حالة الدمار والتخلف بسبب ظاهرة الاستعمار التي أودت إلى عدة أشياء سببتها لهذه الدول هذه الدول الأوروبية كانت سيطرتها على ثرواتها سيطرتها على أسواقها عرقلت نموها الاقتصادي انتشار المجاعة والفقر الأم والأمراض التمييز العنصري أي كانوا يميزون بين البيض والسود النزاعات الحدودية كل هذا كان بسبب الاستعمار الأوروبي لدول إفريقيا أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة أتمنى لكم حظا موفقا في الانتحانات إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته